ذو أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات توفير المساعدات اللازمة لإنجاح تحركات وانتقال الفرق الأممية التي أتت إلى البلاد للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لعملية الاقتراع في انتخابات العاشر من تشرين الأول المقبل وأن أوامر صدرت إلى التشكيلات الأمنية كافة لتنسيق هذا الموضوع وذكر رئيس اللجنة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري خلال لقائه فرق العملية والمعلومات الأممية والأوروبية أن الجهود الحكومية ماضية في إنجاح العملية الانتخابية وفق ما خطط له وبما يأمله أبناء شعبنا الكريم وكذلك إنجاح كل عمل يساند ويسهم في إنجاح الانتخابات سواء على المستوى المحلي والعربي والأجنبي ومختلف الأصعدة الأمنية والمجتمعية والإعلامية وفرق المتابعة وغيرها